اشتركوا في القناة الله تعالى وبركاته وصلاة والسلام على اشرب المرسلين مرحبا بكم تلميذ سنة التالتة من التعليم المتوسط بناء على بعض الطلبة يريدون حدث ادمج تعلماتي الملف التالت صفحة اربعة وتشرون اذا نروح مباشرة للاجابة على الاسئلة اولا ارسم مخططا لفضاء العبادات المستخلصة من حديث الطهور شطر الايمان اذا نروح المخطط يكون المخطط سواء بهذه الطريقة او هكذا او مثل البيان يعني هكذا اوكي اذا نروح نختار هذه الدائرة ونعبر على هذه الدائرة وكأنها هي هي الحديث الشريف اذا كيف نخطط هنا عندنا الطهور شطر الايمان بما انها شطر يعني نصف اذا نمثل هذه الدائرة كلها بالايمان هذي دائرة كاملة بالايمان ونروحوا للحديث افضل اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الطهور شطر الايمان اذا نمثل الدائرة كاملة بالايمان والشطر يعني نصف اذا هنا الشطر الشطر هو النصف اذا نقسم الدائرة نقسم الدائرة الى نصفين نقسمها الى نصفين هكذا هاي درسم الدائرة افضل اذا نمثل هاته الدائرة بالايمان مثل الرياضيات يعني مئة بالمئة النصف هو خمسونة بالمئة يعني النصف نصف الدائرة هو هاته الجهة اذا هذا كامل الايمان ونصف الايمان هو الطهور اذا الطهارة تأخذ النصف للايمان كامل في الحديث هذا الحديث مقصوم الى نصفين النصف الاول لضعه هنا هو الشطر الايمان هو الطهور وما بقي هنا من صدقة والحمد لله من الحمد لله وسبحان الله كذلك الصلاة الصبر وحتى قراءة القرآن هذا 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 المخطط اذا كل واحد كيف يدير المخطط الذي يراه مناسب لهذا الحديث اذا الطهور والطهارة هي التي تأخذ النصف الكبير من الايمان لذلك نقول الحديث المعروف المشهور النضافة من الايمان والوسح من الشيطان هذا هو المخطط بصفة عامة اذا نضع الطهور على جهة هو الذي يأخذ النصف الطهارة وباقي الحمد لله سبحان الله الصلاة الصبر وطر كلها تساوي او نضعها في النصف الاخر من الميزان اذا لو نأخذ الطهور وحده هنا في ميزان هذا يرجح ولو نترك هذه وحدها الطهور يرجح اذا التوازن هو لابد ان يكون هناك الطهور والحمد لله سبحان الله الصلاة والصبر والقرآن ليكون الميزان متوازن اوكي ويكون عادل ونضع الطهور هنا وحده الميزان ينزل ولو نضع الحمد لله وسبحان الله والصلاة والصبر والقرآن في هذه الجهة بدون الطهور الميزان ينزل عندما نضع كل هذه في هذه الجهة ونضع الطهور هنا هنا الميزان يعتدد نضع الطهور هنا وهذه كلها نضعها في الجهة الأخرى اتمنى انكم افهمتوا المخطط مخطط نروح الآن لسؤال تاني اذكر الحكمة من كل شرط من شرط الصيام اذا نروح لشرط الصيام الموجودة في أحكم الصيام ما هي إذن أولا عندها الإسلام البلوغ العقل الإقامة القدرة على الصوم ودخول شهر رمضان إذن أولا الحكمة من الإسلام إذن الحكمة الأولى للإسلام إذن أولا قبل كل شيء هو دين الله وكل الأمور الموجودة في الشروط هنا البلوغ العقل الإقامة القدرة على الصوم ودخول شهر رمضان لا تصحوا كل هذه الأعمال إلا بالإسلام يعني جميع الأمور لا تصلح إلا به لا نستطيع أن نكون بالغين ولدينا عقل ونقيم القدرة على الصيام ونصوم إلا بالإسلام لما نكون مسلمين أولا قبل كل شيء لذلك لا يصح الصوم من غير المسلم فالحكمة من الإسلام هو دين الله نروح الآن للشرط الثاني وهو البلوغ البلوغ الحكمة من البلوغ الحكمة من البلوغ لأن الصبي لا يجب عليه أن يصوم لأن الصبي الحكمة هنا للقلوب يعني هو الوصول إلى حد التكليف بالأحكام الشرعية مثل الصلاة يعني الصوم والصلاة لا تجب هنا لا يجب الصيام على الصبي يعني نكلف الصبي بالصوم أو بالصلاة نروح الآن للعقل الحكمة من العقل لا يجب ولا يصح الصوم من مجنون إذن هنا العقل يجب الصوم على العقل وشرط من شروط الصوم إذن الشرط الثالث هو العقل إذن لا يصح ولا يجب الصوم على المجنون أو فاقد العقل أو المغمى عليه فاقد العقل أو المغمى عليه ممكن أن يفيق ويصوم لكن المجنون لا يصح عليه الصوم لذلك نقول بأن العقل حكمه التمييز يعني لابد من الإنسان أن يكون يميز أي لا يصح على فاقد العقل أو المجنون وكذلك على المغمى عليه حتى يفيق نروح الآن للإقامة الحكمة من الإقامة هو لا يجب الصوم على المسافر فإن صامة صحة منه إذن لابد على الإنسان أن يكون مقيم في البلد يعني يسكن في المكان موجود في مكانه لا يجب عليه الصوم هو مسافر لأن الصفر مشقة للمسافر لذلك شرط من شروط الصوم رمضان وهي الإقامة يعني يكون موجود في المكان الذي يقوم فيه الصوم إذن الحكمة منه لأن المسافر السفر يكون شرط لذلك يجب أن يكون مقيم وإذا سافر يقتر ويعيد ذلك اليوم ومن كان مسافرا فمن كان مسافرا فعدت من أيام أخر مذكورة في القرآن الكريم إذن ها هنا يبت تذكيري فقط فمن شاهدة من بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شاهدة منكم شارف اليسوم ومن كان مريدا أو على صفر فعدت من أيام أخر يدر الله بكم الوسر ولا يريد بكم رس ويتكمل العدة ويتكبر الله على ما أهداكم ولا عليكم تشكرون إذن ربيعطها رخصة للمريد ومن المسافر ثم يعيد تلك الأيام التي أفترها إذن سفر للسفر مشقة إذن الحكمة من الإقامة هو أن الإنسان يلبد أن يكون مقيم في بلاده لأن السفر مشقة وإذا سافر يفتر ذلك اليوم ثم يعيده بعد الرجوع بعد إكمال عمضان أو بعد نهاية شهر رمضان إن شاء الله الشرط القدر على الصوم يعني لا يجب على العاجز أو الشيخ الكبير هنا أيضا المريد إذن القدر على الصوم يجب على الإنسان أن يكون قادر على الصوم لأن الله رخصها للمرضى والكبير في السن الذي لا يستطيع الصوم إذن لابد أن تتوفر هناك القدرة على الصوم إذن القدرة على الصوم إذن القدرة على الصوم لهذا لا يجب على المريض لأنه ضعيف والعاجز مثل الشيخ أو العجوز لأنه ضعيف بإذن القدرة على الصوم ونحن بالأخير لأخيرا دخول شهر رمضان يعني لا يصح صيام رمضان قبل أو بعد هذا الشهر فلا يجب ولا يصح الصوم قبل دخول وقته يعني يجب أن تكون هناك الرؤية لشهر رمضان وهي ليلة التاسع والعشرون من شعبان إذن كما مذكور هنا إذن لابد من تبوت شهر رمضان ويطبت برؤية الهلال من قبل عدلين فأكتر وكذلك إكمال شهر شعبان ثلاثين يوم إن هذا بمسبة لسؤال أذكر الحكمة من كل شهر مشروط السياء أذكر